ناصر بوريطا يؤكد أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتعرض لهجومات وتحرشات الصين تدعو جميع الدول إلى التضامن في مواجهة فيروس كورونا الفيفا يحدد موعد فرعة كأس العالم للأندية أهلا بكم مشاهدين في نشاط أخبار كاب فانكاتخ بطنجا قال ناصر بوريطا وزير الخارجية والتعاون ومغربة العالم والهجرة قال أن الشراكة المغربية الأوروبية تتعرض لعدة هجومات وتحرشات من عدة أطراف خلال الأوينة الأخيرة وأضاف بوريطا في ندوة صحفية اليوم الخميس رفقة جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والذي يقوم بزيارة ناصمية إلى المملكة على أن جانبين في حاجة إلى إغناء شركتهم وتحديد مختلف الطرق لذلك بوريطا ذكر أن الرغبة المغربية في تعزيز الشركة مع الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات ليس شعارات أو عنوين بل عزم على تحويل ذلك إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع كما أكد ناصر بوريطا على أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي يجب أن تحمى من الجانبين لأنها تتعرض لمزيد من الهجومات من طرف مؤسسات أوروبية ووسائل إعلام والتحرشات القضائية المتكررة وضعت وزارة العدل مشروع قانوني خص تنظيم مهنة العدول لدى الأمنة العامة للحكومة للمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ وهو المشروع الذي يتضمن جملة من البنود منها ما يخص توثيق العقود فإلى جانب اشتراط توفر العدول على مكتب قار في ذائرة نفوذ المحكمة التي يتبع لها منعت وزارة وهبي كذلك تعاملات العدول في الأسواق وخارج المكاتب القانونية ولتوثيق العقود ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة اعتماد تقنية التشجيل السمع البصري لكل ما يروج داخل مجلس العقد سواء عقود الزواج أو كل العقود التي يشرف عليها العدول والتي يجب تصويرها صوتا وصورة والاحتفاظ بالتوثيق في أرشيفات خاصة وسرية نبقى مع وزارة العدل وتحديدا مع وزير العدل عبداللطيف وهبي الذي أعلن عزمه إطلاق منصة رقمية خاصة لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب وذلك بهدف منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات وقال وهبي في جوابه على سؤال كتابي إنه من أجل تجاوز كل الإشكاليات المطروحة والممارسات الاحتيالية المخالفة للنصوص القانونية فإن الوزارة تعتزم إطلاق منصة رقمية لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب بغية منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات وأضاف وهبي أنه بتتبع المقتضيات المنظمة للتعدد في المدونة نجد أن المشارع عمل على التضييق من دائرته إلى أقصى الحدود وأحاطه بضمانات هامة من شأنها حماية المرأة من أي ضرر قد يلحقها من بعض الأزواج حيث اشترط على الرغم في التعدد تقديم طلب الإذن إلى المحكمة وإثباث مبرر الموضوع والاستثناء للتعدد كما نص المشارع على استدعاء الزوجة الأولى للمحكمة لإشعارها بنية زوجها الزواج عليها أحلت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أبن ابني مكادة بمدينة طانج على النيابة العامة المختصة أول أمس ثلاثاء شخصا يبلغ من العمر 29 سنة وذلك لاجتباه في تورطه في الشعوذات وارتكاب اعتداءات جنسية وكانت مصالح الشرطة بمدينة طانج قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدمت بها شقيقتان تتهمان المشتبه فيه بالاعتداء جنسيا على كل واحدة منهما على حدة بدعوى إخضاعهما لحصص للرقية بالمدينة حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وقد أصفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية وفق المصدر ذاته عن العثور بحوزة المشتبه فيه على مجموعة الأدوات والتمائم التي تستعمل في أفعال الشعوذة علاوة على حز خمسة هواتف محمولة تحتوي على محتويات رقمية للأفعال الإجرامية المنسوبة إليها يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية ألقت عناصر الأمن بمدينة صفر والقبض على شخص ضبط متلبسا بذبح كلاب وطهيها وتقديمها للمواطنين بحي المقاصم على أساس أنها لحوم الخراف وخضع ذات الشخص لمراقبة أدت إلى ضبطه متلبسا بذبح كلاب حيث تم العثور على رؤوس وجلود هذه الكلاب مسلوخة بأحد مطارح النفايات بالمدينة هذا وتم وضع المشتبه به رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة المختصة للكشف عن كافة ظروف أو ملبسات هذه الأفعال الإجرامية كما تم حز كمية من لحوم الكلاب إلى الأخبار الدولية حيث دعت الصين أمس الأربعاء إلى التضامن الدولي في مواجهة التفشي الجديد لوباء كوفيد-19 بالبلد وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الصينية ماونينغ في ندوة صحفية قالت إن الدول حول العالم يمكنها تعزيز التضامن وبدل جهود مشتركة للتغلب على الوباء وأشارت المسؤولة خلال رد فعلها على القيود المفروضة من طرف دول عدة بعد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين إلى أن بكين أعطت دائما الأولوية لحماية حياة الناس منذ تفشي الوباء مع تنسيق متطلبات مكافحة الفيروس وانشغالات حماية الاقتصاد وشددت ماو على أن الصين حرصت على تقاسم المعلومات والمعطيات المتعلقة بكوفيد-19 بطريقة مسؤولة مع المجتمع الدولي إلى الرياضة حيث كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موعد ومكان إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المغرب في الفترة الممتدة مفاتح إلى 11 فبراير المقبل وحدد الفيفا في بيان على موقعه الرسمي الثالث عشر من شهر يناير الجاري موعدا لإجراء قرعة كأس العالم للأندية في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم في مدينة سلا على أن يفتتح الأهل المصري أولى مباريات البطولة بمواجهة فريق أوكلاند سيتي اليوزيلاندي لحساب الدور الأول من البطولة في اللقاء المقرر إقامته في فاتح شهر فبراير المقبل وستبدأ رحلة الوداد الرياضي في المونديالي التوانطلاقا من الدور الثاني حيث ستحدد القرعة ما إذا كان سيواجه الهلال السعودي أو سياتل الأمريكي أو المتآهل من مواجهة الأهل المصري وأوكلاند سيتي اليوزيلاندي بينما تأهل فريق فلامينغو البرازيلي وريال مدرد الإسباني مباشرة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامته يومي السابع والثامن فبراير المقبل بهذا الخبر رياضي مشاهدين نكون قد وصلنا لختام نشرتنا للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكترونيكا شكرا لكم على طيب الإسراء والمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة